تحدث البعض يوم أمس عن انقلاب لا أعرف في أي كلية حقوق أو علوم قانونية درسه كيف يكون الانقلاب بناء على الدستور هذا تطبيق لنص الدستور والفصل الثمانون من الدستور منح رئيس الجمهورية الحق في اتخاذ التدبير التي يراها لازمة في صورة وجود خطر دا الخطر دا بل الخطر واقع اليوم بالنسبة إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة للمرافق العمومية وتحدثوا عن عديد الملفات في كل القطاعات صارت تشير بناء على الولاء لهذا الحزب أو ذاك أو لذلك اللوب أو ذاك يتصرفون في هذه المرافق كما يشاءون الدولة غائبة في بعض المناطق بعض البلديات في السنة الماضية باسم التدبير الحر ولا أعرف ألي أعرف ما معنى تدبير الحر وضع الحجارة في الطريق قال باسم التدبير الحر لا يمر أحد أحد رؤساء البلديات بالنسبة إلى بعض المرافق الأخرى هذا تابع لهذا الحزب وذاك تابع لتلك اللاقوة وانطلقنا في الواقع من الحزب الواحد إلى اللوب الواحد ويتقسمون الدولة ومقدراتها كأنها ملك لهم الدولة هي دولة كل تونسيين نحب أن نطلب من التونسيين ونطمنهم أن الدولة قائمة وأن لا مجالة لأن يتم التعدي على الحقوق والحريات ولا مجالة أيضا للمساس بمبدأ المساواة بين المواطنين السرقة تحاصب والمصالحة ما تجم تكون إلا مع الشعب ونطلب منهم ما يتواجهوش في الشارع أخطر ما يتواجهه الدول والمجتمعات هو الانفجار الداخلي والاقتتال الداخلي فمناش تصطاد في الماء العكر وراء مش بالقوة كان هناك إمكانيات أخرى فاليوم تحملت المسؤولية ونتحملية تاريخية ومن يدعي أن الأمر يتعلق بانقلاب فليراشع دروسه في القانون ما نشمل للقلابين ولكن لن نترك الدولة التونسية لقمة سائغة ده جانب من التصرحات والرئيس التونسي قيس سعيد بيرد على كل محاولات الطعن على القارات التي أصدرها رئيس الجمهورية التونسية والتي تتعلق بيه البرلمان تتعلق بيه النهضة تتعلق بيه التحركات من جانب عضاء مجلس النواب ربما يكون فيه قارات أخرى غير القارات التي صدرت قبل قليل ربما في تونس بينتظروا قارات تتعلق بيه تقديم متهمين للقضاء تقديم نواب سابقين أو عضويتهم مجمدة ومرفوعانهم الحصانة إلى عاملات القبض عليهم وأحالتهم إلى القضاء لأن هناك ملفات مفتوحة وده اللي بينتظر ربما الشعب التونسي بالإضافة